السلام عليكم مع محاضرة جديدة نكمل فيها الحديث عن جمع المؤنث السالم واليوم نتحدث عن الملحق بجمع المؤنث السالم هناك كلمات وردت عن العربي تعامل معاملة جمع المؤنث السالم ولكنها ليست مؤنثة على الحقيقة إما أنها ليس لها مفرد من لفظها وإما أنها مما سمي به من جمع المؤنث فهي لفظها جمع ولكن المسمى مفرد وهما حالتان أو كلمتان حالتان فقط من الكلمات التي تلحق بجمع المؤنث السالم وهو الأول أو الحالة الأولى هي لفظ أولات فقط بمعنى صاحبات فقط وهي ملحقة بجمع المؤنث السالم لأنه لا مفرد لها من لفظها بل من معناها أولات بمعنى صاحبات لا يوجد لها مفرد من فحش أقول أول مفرد من لا تأتي ولكن لها مفرد من معناها فهي بمعنى صاحبات ومفردها صاحبة فمفرد أولات صاحبة ولا لفظ لها لا مفرد لها من لفظها ومن ذلك قول الله تعالى متحدثا عن النساء وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنْ كلمة أولات هنا هي موضع الشاهد والقاعدة تقول أنها تقول إنها ملحق بجمع المؤنث السالم لماذا؟ لأنها لا مفرد لها من لفظها النوع الثاني وهو ما سمي النوع الثاني من الملحق بجمع المؤنث السالم ما سمي به من جمع المؤنث السالم فصار علما لمذكر كان أو مؤنث بسبب هذه التسمية فاللفظ جمع بألف وتاء مزيدتين ولكن المسمى مفرد مثل كلمة أذرعات وكلمة عرفات وكلمة بركات فعرفات وبركات عرفات إما على علم على شخص وإما وقد تطلق أيضا علم على جبل عرفات وكذلك بركات علم على شخص مذكر فالمسمى واحد مفرد ولكن لإسم جمع ففي هذه الحالة هي ملحقة بجمع المؤنث السالم خصوصا أنها مختومة بألف وتاء مزيدتين كذلك أذرعات جمع أذرع وهي اسم بلدة في الشام وردت في قول الشاعر تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي فأذرعات لفظها جمع ولكن المسمى بها بلدة اللي هي درع الآن درع الآن في جنوب دمشق كانت قديما تسمى أذرعات فموضع الشاهد في كلمة أذرعات والقاعدة هو ملحق بجمع ماذا؟ بجمع المؤنث السالم لماذا؟ لأن هذا مما سمي به وبذلك نكون انتهينا من درس جمع المؤنث السالم فإلى نوع جديد من أنواع الكلام الذي يعرب بعلامات فرعية وإلى لقاء